مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي فرضت القوات الحكومية سيطرتها على مدينة كاركوك بما في ذلك آبار النفطي وشركة نفط الشمال ويزداد ملف الاستفتاء الكردي تعقيدا يوما بعد آخر مع تسارع وطيرة التصعيد بين بغداد وأربيل ترى ما هي خيارات بغداد وكيف ستتعامل مع قضية تصدير نفط كاركوك نفط كاركوك وأزمة إقليم كردستان هو موضوع حلقة اليوم من برنامج بالعراقي نناقشه مع الضيوف المختصين الكرام النائب الأستاذ حسن توران وهو نائب عن الجبهة التركمانية والأستاذ عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط والخبير النفطي الأستاذ حمزة الجواهري مرحبا بالضيوف الكرام أستاذ عاصم لو تسمحنا نبدأ من حضرتك والحديث عن وجود مستجدات متسارعة وأيضا تصديركم بيان عاجل بأنكم نقلتم خط النفط الخام من حقول كاركوك إلى ميناء جهان التركي وضرورة الإسراع في استئناف الصادرات النفطية عبر شبكة خطوط الأنابيب النفطية التي تمتد من حقول كاركوك إلى ميناء جهان التركي بالأحداث الأخيرة ليوم أمس ما هي المستجدات؟ هل توقف تصدير النفط؟ وهل الأزمة في كاركوك واحدة من أساسياتها هي قضية نفط كاركوك؟ شكرا لك ولمشاهدين الكرام وأنا سعيد بوجودي مع الضيوف الكرام شكرا بالنسبة لليوم يعني بسطة القوات الحكومية سيطرتها على المنشآت النفطية في شركة نفط الشمال والحقول النفطية وبالتالي هذه خطوة مهمة تعزز من موقع الوزارة في إدارة الشؤون النفطية وإدارة الملف النفطي في المحافظة الذي تعرض إلى اهتزازات كبيرة خلال الفترة الماضية وأدت إلى هدر كبير في الثروة النفطية الوطنية وكان هناك ضرابية كبيرة جدا في الصادرات النفطية العراقية إذن هي خطوة مهمة أولا لإعطاء زخم لإدارة شركة نفط الشمال في إدارة الحقول النفطية وأيضا إعادة الحقول النفطية التي سيطر عليها الإقليم بعد أحداث الموصل والتي تنتج بحدود ما بين يعني من 275 إلى 300 ألف برميل باليوم إيش قد نسبتها قياسة لحقول النفط في عموم العراق؟ يعني إحنا ما نقول عموم العراق إذا جينا على مجموع المنتج من حقول كاركوغ على سبيل المثال الآن كما ذكرت هو حقلين حقل باي حسن وهابانا ينتجون بحدود من 275 إلى 300 ألف برميل كانت تصدر هذه لحساب الإقليم يتبقى حقل كاركوغ وحقول أخرى تنتج بحدود 160 ألف برميل منذ متى عفوا منذ متى يصدر الإقليم النفط من هذه الحقول؟ يعني بعد أحداث الموصل نعم يعني بدأ الإقليم بربط هذه الحقول بطريقة غير شرعية؟ يعني بموافقة الحكومة الاتحادية أم لا؟ لا ليس بموافقة الحكومة الاتحادية لكن هو فرض الأمر الواقع يعني بسبب الأحداث وانشغال الحكومة بأولويات محاربة الإرهاب في محافظات أخرى وتعرف تداعيات اللي حثت بعد السقوط الموصل وبالتالي أنه تم ربط هذين الحقلين بهذا الأنبوب وبدأ بتصدير هذه الكميات وبدأت الإرادات تذهب إلى الإقليم دون استفادة الحكومة الاتحادية من ذلك قبل ذلك كانت أيضا هناك خلافات حول موضوع الصادرات النفطية حول العقود النفطية وغير ذلك وكان أيضا الإقليم لا يعود إلى الحكومة الاتحادية بعملية الصادرات النفطية بل تذهب إلى حساب الإقليم والحكومة وزارة النفط كانت لا تعرف الكاميات التي تصدر يعني من النفط سواء من حقول الإقليم أليس منتسبي أفوا أستاذ عاصب منتسبي هذه الحقول وشركات النقل أليسوا تابعين إلى وزارة النفط العراقية نعم بالنسبة لشركة نفط الشمال يعني بالتأكيد هم يعني تابعين إلى وزارة النفط والوزارة تدفع أجورهم والميزانية التشغيلية على وزارة النفط لكن هذه الحقول التي تحدثت عنها باي حسن وهاضانة يعني تم جلب موظفين من خارج كاركوك لإدارة هذه العمليات والسيطرة على محطات الضخ في هذه الحقول لحساب الأقليم شكرا أستاذ عاصم لو تسمحني فيما بعد أناقش مع حضرتك أيضا يعاز وزارة النفط بخطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كاركوك أستاذ حسن يعني شكرا لوجودك معنا في ظل هذه الظروف المتسارعة أسمينا حلقة اليوم برنامج اليوم نفط كاركوك وأزمة أقليم كردستان ترى هل تعتقد أن وحدة من أهم مرتكزات أو أسباب تفاقم أزمة أقليم كردستان وقضية الاستفتاء تتعلق بنفط كاركوك؟ شكرا جزيلا تحية لكم ولضيفيك الكريمين وللمشاهدين أنا أعتقد هو الأساس في المشكلة إذا ردنا لها حل قضية تداعيات الاستفتاء هو تفكيك نفط كاركوك وإرجاعها إلى ما قبل 2014 تحت سيطرة الحكومة الاتحادية لأنه أنت تعرف مقوم أي دولة بالعالم هو الاقتصاد فهذا الاقتصاد ما ممكن لقيام لدولة كردستان أن تقوم لها قائمة إذا لم تضف إليها موارد نفطية لكاركوك كاركوك بالمناسبة هي عدها حقول رئيسية ثلاث جنبور وباي حسن وآفانا وبابا قرقور أو حق الكاركوك هذه الحقول كلها أهم حقل ما موجود في كاركوك هو باي حسن وآفانا هذه تم السيطرة عليها من قبل البيشمرقة في تموز 2014 ثم بدأ بها بالإنتاج في شهر شباط 2015 كان من المفترض أن يكون التصدير حسب قانون الموازنة التي نقرر كل سنة 300 ألف برميل من حقول كاركوك و250 ألف من حقول الإقليم على أن يكون التصدير عن طريق شركة سومو ويروح الإيرادات إلى وزارة النفط الاتحادية هذا كلها مصار وإنت تتصور يعني اليوم 325 ألف برميل أضروبها كوارد يومي هذا يذهب إلى الإقليم من مناطق هي حسب المادة 143 تقع خارج حدود الإقليم ما سبب صمت البرلمان طيلة الفترة الماضية؟ لا لم يصمت المشكلة كانت الآن المواطن عرف بأنه هذا النفط كاركوك تحديدا طيلة هذه الفترة هذه المبالغ تروح لحكومة كردستان حكومة كردستان تشكو من غياب دعم الحكومة المركزية ولا تمنح الرواتب لموظفيها يعني هذا أولا على أقل تقدير نحن في 2017 جبناها فقرة خاصة لكاركوك نواب الجبهة التركمانية وكذلك اللجنة المالية نواب كاركوك ساعدون بها حطينا نص خاص لنفط كاركوك أنه إلا يصدر عن طريق شركة سومو ولكن أيضا نحن ليس في معرض الدفاع عن الحكومة ولكن ما كانت الأدوات التي تستطيع الحكومة أن تفرضها على الأرض و40% من مساحة كاركوك على أقل تقدير هي بيت داعش ماكو قوات اتحادية في كاركوك كيف حتى لو صدرت الأوامر تنفت لا أنا قصدي موضوعة الاستفتاء موضوعة الاستفتاء وما حصل من التأكيد بالتحديد بالانفصال هو الذي أثار قضية نفط كاركوك مع أنه نفط كاركوك قضية مهمة لسنوات طويلة والكثير من العراقيين لا يعرفون شيئا عن مصير نفط كاركوك لا أنا أقول لك شيء آخر نعم نحن أبناء المناطق المتنازع عليها كنا ولا نزال ضحية الاتفاقات التي كانت تعقد بدون علمنا بين بغداد وأربيج يعني محقول أنتم نواب تمثلون كتن كبيرة دقيقة 2007 اجت إقليم كردستان وسيطر على حق اليوم محد يذكر بالاسم حق الخور مالا من 2007 اليوم وصل الانتاج مالا إلى 400 ألف برميل نعم وهو من الحقول المستكشفة قبل السقوط وبموجب الدستور هو لازم يدار من قبل الحكومة الاتحادية كانت تحت سيطرة شركة نفط الشمال ومن 2007 أخذ إذن اتفاقات الزعامات الزعامات بعيدا عن قبة البرلمان بتوزيع التركة العراقية أو توزيع بالضبط وهذا احنا كنا نحذره طيب وهذا احنا اليوم اللي دا نشوفه اليوم احنا كنا شايفيه من 2004-2005 بس عالت استجاب لنا شكرا جزيلا أستاذ حسن أستاذ حمزة في الجانب الفني أولا ما هي أهمية حقول نفط كاركوك في الثروة الوطنية والثروة النفطية العراقية اشقد تشكل اشقد تشكل وما هي حقول الحقول النفطية التي سيطر عليها الاقليم في محافظة كاركوك فيما سبق حقيقة لدي توضيح بسيط قبل ما أبدي بما تفضل بالأساتذة قبلي حق الكاركوك حقيقة هو عبارة عن ثلاث قبا لأنه الحقل قد يكون قبا واحدة وقد يكون اثنيا وقد يكون ثلاثة إذا كان المتصلات ببعضها مثل حقل الرميلة الجنوبي والشمالي يعني مثلا حق الكاركوك هو بابا وأفانا الوسطى وخرملا القبة الشمالية هذا الحقل بكامله بدأ الانتاج به من أواصط الثلاثينيات من القرن الماضي وبالتالي أفانا اللي هي سيطر عليها الكورد أو البيشمارك 2007 عام 2007 واللي تنتج مثل ما تفضل الأستاذ حسن أنه هي الآن تنتج 400 ألف برميل باليوم بالرغم من أنه الإقليمي يعتم على هذا الرقم ويذكر 150 ومرات يذكر 110 هو حقيقة وصلوا إلى 400 ألف برميل هي الأغزر انتاجا الآن والمعدات هي كانت مشترتها وزارة النفط من أجل أن تتوسع ما يسمى بالفول في الديفلوبمونت آنذاك إلى القبة هذه الشمالية نعم يضاف إلى هذا أكو عندنا حقول أخرى اللي هي خباز وجنبور وعلاس وعجيل علاس اللي هو حق الحمرين بس هذا الاسم علاس إلى المحطة بس الحق الاسمه حق الحمرين هذه الحقول الحقيقة كلها مجتمعات هذه قد تنطي انتاج يوصل إلى 800 ألف برميل أو 900 ألف برميل ما عدا النفط اللي ينتج من حقول اللي بداخل الإقليم حدود الإدارية للإقليم مثل طقطق مثل طاوكي وأيضاً اللي تنتج من السهل نينوة ما عدا هذا أني تقريباً 800 أكثر من 800 ألف برميل لأنه هذا تصحيح للأرقام اللي هي تعلن دائماً بالإعلام أنه هي بحدود الستمية أو ستمية وخمسين بس هذا واقع الحال لكنه الإقليم يعتم على هذه الأرقام وهذه بمعرفة دقيقة من واقع الأمر من خلال زملائنا اللي يعملون في هذه الحقول بالنسبة إلى سؤالك الكريم أنه هذه الحقول اللي هي الآن تنتج طبعاً بالإضافة إلى حقول الإقليم وسهل نينوة تنتج الآن تقريباً أكثر من مليون مليون وربع مليون ومئتين ألف برميل اللي يضاف إلىها عندنا أكثر من عشرين تركيب جيولوجي أصلاً واضحة حتى بالخرائط الفضائية بالجوجل يعني أي واحد يعرف يقرأ الجوجل أو طوبغرافية الأرض بالجوجل يقدر يميز هاي الحقول اللي موجودة في محافظة نينوة وصلاح الدين وأيضاً الشمال يعني هذا العفو شمال ديالة فهذه الحقول تزيد على عشرين حقل فإذا ردنا هاي الحقول راد الإقليم يطورها أو إحنا ردنا نطورها مع الانتاج الحالي قد نوصل إلى مليونين أو أكثر من مليونين تسمحني أستاذ حمزة يعني بعد الفاصل أناقش مع حضرتك أيضاً خطوات وزارة النفط هل جاءت متأخرة وماذا يعني تأكيد وزارة النفط على ضرورة الإسراع في استعناف أصادرات النفطية عبر شركة الخطوط الأنابيب النفطية تمتد بين حقول كاركوك مع ميناء جهان بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزائي المشاهدين والحديث عن نفط كاركوك وأزمة إقليم كردستان خطوات وزارة النفط اليوم التأكيد على نقل النفط الخام من حقوق كاركوك إلى ميناء جهان ما أهمية هذه الخطوة هل يمكن أن تكون حلاً؟ حقيقة هو سواء كان من خلال الإقليم أو من خلال هذا الخط بعد أن تبسط الدولة سيطرتها على كل المناطق بما فيها الإقليم لم يعد هناك فرق لكن هذا الخط موجود وهو يجب إصلاحه ليش؟ لأنه يعني ما نعرف تداعيات الأمور وشيء يصير بالمستقبل والآن أيضاً هو أنه بحاجة إلى وقت للإصلاح لأنه لحد الآن عمليات أو قل نقول الفحص لتقييم الأضرار تقريباً ما انتهى يعني بعده بشكل جيد بحيث أنه تحدد الأضرار ومن ثم تضع جدول زمني للإصلاح هذا كله لم يتحدد لحد الآن لكن أنا أعتقد حسب تقديري ومن موجودات الوزارة وشركات النفط اللي موجودة بالعراق يمكن إصلاحها خلال بضعة أشهر وثلاثة شهر لا يمكن أن تزيد على أكثر من ثلاثة شهر أو أربعة شهر فمسألة إصلاحها أنا أعتقد عملية سهلة خصوصاً كوادرنا الوطنية مؤهلة لذلك لأننا لدينا سكوب من شركة المشاريع النفطية لدينا كوادر شركة نفط الشمال لدينا كوادر شركات العراقية الأخرى ميسان شركة نفط البصرة شركة نفط الوسط هذه الكوادر باستطاعتها أن أضافر جهودها معاً من أجل إعادة الوضع بالنسبة إلى الخط وبالنسبة إلى الحقول لأنه الآبار عانت كثيراً وبحاجة إلى عمليات الكثير من عمليات الإصلاح حتى ترجع تنتج من نفس طاقتها أو شبابها القديم الحقيقة هذه أهمية كبيرة وقد تشكل إذا أضافرت الجهود كاملة وتم إعادة تطوير إعادة تطوير وليس تطوير القبة الجنوبية التي هي قبة بابا لأن هناك عقد مع أبرومة وجارة النفط سابقاً مع بي بي أنه تجري دراسات لإعادة تطوير هذا الحقل دراسات استشارية تتضمن ثري دايمينشنال موديل اللي هو الموديل أو النموذج الثلاثية إلى أبعاد اللي يراوي لك التجمعات النفطية في مكمن الحقل وبالتالي ممكن أنه نزيد إنتاج البابا نفسها إلى أكثر من 700 ألف برميل باليوم شكراً جزيلاً أستاذ حمزة على هذه المعلومات العلمية الدقيقة أستاذ عاصم ما أهمية إعادة تأهيل خطوط أمبوب الصادرات النفطية من حقول كاركوك إلى ميناء جهان التركي هل تهدف الوزارة من ذلك إلى تصدير النفط بعيداً عن الأقليم لماذا اختارت الوزارة هذا الوقت بالذات لإعادة النشاط لهذا الأنبوب لماذا طيلت الفترة الماضية لم يتم الحديث عن إعادة تأهيل هذا الأنبوب أو استخدامه بشكل فاعل نعم لإضاح هذا الموضوع أولاً هذه الشكل هي منظومة الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جهان التركي نعم وليس هو أمبوب قديم مهمل وتريد وزارة النفط إحياء من جديد أو بث الحياة في هذا الأمبوب بل هي منظومة الصادرات النفطية العراقية التي تنقل النفط من حقول كاركوك جزء من هذه الأنبوب أو هذه الأنابيب يذهب إلى مصفى بيجي لتزويد مصفى بيجي بالنفط الخام يعني مصفى بيجي يعد من أكبر المصافي العراقية والتي توقفت بسبب أحداث العصابات الإرهابية والمعارك وغير ذلك هذه الشبكة تمتد من حقول كاركوك مروراً بمحافظة صلاح الدين ومروراً بمنطقة الحضر في محافظة نينوان وتمر عبر الحدود وتدخل الأراضي التركية هذا الأمبوب توقف قبل أحداث الموصل وبعد أحداث الموصل لأن هذا الأمبوب كنا نصدر معدل ما معدل بحدود الأربعمائة ألف برميد باليوم كان يمثل المنفذ الثاني لصادرات النفطية العراقية بعد المنفذ الجنوبي وهنا تكمن أهمية هذا الأمبوب يعني كنا نؤمن ما لا يخلع عن أربعمائة ألف برميد ونضمن إيرادات ترفض الخزينة الاتحادية بسبب تعرض هذا الأمبوب لعمليات تخريبية وكان يستهدف بعد 2003 كان يستهدف دائماً كنا نشوف يستهدف هذا الأمبوب لسبب أو الآخر من هذا الطرف أو ذاك وكنا نقول إنها عمليات إرهابية أو غير ذلك وبالتالي كان يتوقف التصدير وبالتالي كنا نخسر هذه الكمية من الصادرات والأموال لكن بعد أحداث الموصل توقفاً نهائياً وتضرر هذا الأمبوب لماذا قامت وزارة النفط في هذا الوقت بالذات بالإعلان عن تأهيل هذا الأمبوب بالتأكيد أن هذا الأمبوب كما ذكرت ينطلق من محافظة كركوك مروراً بمحافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى إذن بعد نجاح القوات الأمنية والجهات الساندة في تطهير هذه المناطق من العصابات الإرهابية وآخرها كان من الحويجة بالتأكيد أصبحت الأرضية مهيئة لإعادة أولاً تقييم الأضرار من أجل المباشرة بتأهيل هذا الأمبوب وضخ النفط عبر هذا الأمبوب هذا الأمبوب ليس أن نستهدف به جهة معينة لكن هو الخط الرئيسي للصادرات النفطية العراقية وبالتالي الوزارة الآن تسارع بالجهد الوطني لإعادة تأهيل وبالإمكانيات المتوفرة ونحن قادرون تتوفر أدنين الأنابيب توجد إمكانيات مالية فنية لدى الوزارة أم مالك استعانة بشركات خارجية هناك من يتحدث على أن هذا الأمبوب تضرر كثيراً وضيلة الفترة الماضية هو يعاني من إشكالات سياسية يعني هذا الأمبوب بالذات هو يعني تعرض العديد من الأزمات صحيح أولاً أنه هذا الأمبوب هو يعني استبدال المقاطع المتضررة الشركات الوطنية شركة نفط الشمال شركة المشاريع النفطية خطوط الأنابيب اكتسبت خبرة كبيرة نتيجة يعني كثرة تعرض يعني الأنابيب النفطية لعمليات تخريبية كانت تتوقف الصادرات أثناء العمل أثناء العمل تتوقف الصادرات كانت تتوقف الصادرات أو الآن أثناء نعم الآن لا نستطيع أن نصدر الآن نحن نقيم هذا الأمبوب ونستبدل المقاطع المتضررة وبالتالي أيضاً هناك خمس محطات ضخ تضررت أربعة منها سنقوم بتأهيل هذه المحطات الآن محطة واحدة عاملة وبالتالي نهيئ هذا الأمبوب لعمليات الضخ وبالتالي أيضاً في نية الوزارة تأهيل مصفى بيجي الآن نحن بصدد تأهيل وحدة من وحدات الوحدة الرئيسية في مصفى بيجي وهناك النية للبدء بالمباشرة بتأهيل الوحدة الثانية إذن نحن أيضاً نحتاج النفط المنتج من حقوق الإقليم لرفض مصفى بيجي وأيضاً من حقوق صلاح الدين يعني مستقبله وبالتالي من هنا تكمن أهمية عملية استئناف لأنه ستضمن لدينا صادرات ليس فقط 400 ألف برميد بل الوزارة تنوي أن تصدر أكثر من 600 ألف برميد باليوم وبالتالي أنه الآن بعد أن أصبحت الأرضية مهيئة لذلك فبالتالي سعت وزارة إلى هذه الخطورة يعني سيد عاصم يعني لماذا أثناء أزمة الاستفتاء يتم الحديث عن نقل الأنبوب يتم الحديث عن وجود صادرات محطلة يعني هل أزمة الاستفتاء هل ما أحدثه مسعود برزاني حرك وزارة النفط لأجل العودة من جديد إلى إعادة تأهيل الأنبوب كان متوقفين أو شيء من القبيل لا أبداً أنا تحدثت أنه يعني الأرضية الآن مهيئة لعمليات التأهيل يجب أن تؤمن المناطق مناطق مرور الأنبوب حتى تستطيع أن تعمل يعني راح تواجه مخاطر نحن بعد الانتهاء من عمليات الحويجة بدأنا يعني في عمليات المباشرة في تقييم هذا الأنبوب نعم والإسراع في عمليات إصلاحها لأنه هذه قضية قضية وطنية ستراتيجية اقتصادية مهمة جداً نعم نحن بأمس الحاجة هناك معلومة أنه النفط الذي لا تستطيع أنه من تصديره من استخدامه فبالتأكيد أنه راح يعني ماذا تفعل بهذا النفط تعيد ضخة من جديد إلى الأراضي بالتالي هذه راح خسائر وضرر كبير جداً طيب فاضطرنا يعني ما ضرنا إليه في الأوقات السابقة من تصديره عبر الأنبوب البديل شكراً جزيلاً أستاذ عاصم إذن أستاذ حسن نعود إلى قضية أو مشكلة الاتفاقات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي وأيضاً الحديث عن حكومة الإقليم حيث وضعت عدة شروط لحل الخلافات منها دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم وتخصيص 17% من المشتقات النفطية وكذلك 17% من الإرادات المالية ودفع رواتب البيشمرقة وغير ذلك هل تجدون أن هذه من ضمن الاتفاقات السياسية هل بهذه الخطوة نوع من حل الأزمة لأيضاً تدارك العمليات واستمرار العمليات العسكرية أنتم كنواب هل مرة عليكم هكذا نوع من الاتفاق وكيف تنظرون له يعني أولاً هذا الاتفاق أنا قريت بوسائل الإعلام ولحد الآن ما وصل إلنا بطريق رسم النقطة الثانية أولاً أيضاً لازم نثبت أنه الدستور رسم ملامح العلاقة فيما يخص النفط والغاز بين المركز وبين الإقليم وبين المحافظات المنتجة فالمفروض أنا ما أتعامل بشروط تعجيزية بقدر ما أتعامل على شكل العلاقة اللي رسمها الدستور ما بين بغداد والإقليم والمحافظات المنتجة النقطة الثالثة حق الكركوك بحدود الإدارية الحالية لكركوك شلها علاقته بالإقليم حتى يجي هو في ظرف ثلاث سنوات من السيطر عليه حتى من طالب آني بالانسحاب من هذه الحقول هو يقول لي لا آني ما أنسحب إلا تحقق لي هذه الشروط يعني ما هو المبرر القانوني الدستوري اللي يعطي الحق للإقليم حتى يتفاوض مع المركز على حقول هي أصلا غير تابعة إلى إقليم كردستان يعني هل من المعقول إحنا اليوم يجي مثلا طرف ويروح إلى نفط البصرة ويقول أنا يريد من نفط البصرة حصة لكركوك أو هل من نفط البصرة يريد حصة لبغداد حتى يجي إقليم كردستان يطالب بحصة من نفط كركوك وهي خارج حدود الإقليم أنا أعتقد الحكومة كانت من 2003 ولحد اليوم سياستها في إدارة شركة نفط الشمال تحتاج إلى إعادة نظر جملة وتفصيلا لأنه أنا كأبن كركوك هذه الثروة النفطية وبال علي من أول يوم ولحد هذه اللحظة من نشوء الدولة العراقية لليوم بسبب هذا النفط صار تغيير ديمغرافي في كركوك قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام الصراع اللي صار حتى في نشوء الدولة العراقية كان جزء من عنده هو نفط كركوك وبالتالي أبناء محافظة كركوك غير الضرر من هذه الثروة ما شافوا أرجع إلى سياسة الوزارة بعد 2003 أهملت القطاع النفطي في كركوك هل من المعقول أنت جنابك تتصدق أنه عندنا مصفة شغال لحد اليوم أنشئ من قبل الإنجليز عام 1948 ما فكرت الوزارة من 2003 في إنشاء مصفة حديث في كركوك رغم مناشداتنا أنا كنت في المجلس حضو يبدو أن الموضوع أيضا سياسي سنسأل فيه أستاذ عصام من ناحية الفنية تعرف ليش؟ لأنه كانوا مقتنعين أو أي دولي قد نعون نفسهم أنهم متخلين عن نفط كركوك طيب لو تسمح لي أنا مجبر أذهب إلى فاصل آسفة قاطعك لكن أرجع على الاتفاقات وما حصل على نفط كركوك ولماذا الصمت طلت هذه الفترة أعزائي المشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزائي المشاهدين والحديث عن نفط كركوك وأزمة إقليم كردستان أستاذ حسن أنت في بداية البرنامج انتقدت الاتفاقات البعيدة عن قبة البرلمان هل كانت قضية كركوك هي المعضلة الكبيرة وتحديدا نفط كركوك هي المعضلة الكبيرة في تعامل الإقليم مع المركز هل تجد أن هذا التصعيد العسكري الأخير يمكن أن يعيد من جديد النظر في ملف نفط كركوك وهل سيرضخ الإقليم إلى طلبات بغداد بعد أن تم الاستيلاء على حقول النفط في كركوك يعني أنا بالدرجة الأولى ليهمني أنه نفط كركوك هو ثروة وطنية لا ينبغي التفريط بها بأي شكل من الأشكال إذا فرط بنفط كركوك فإن هذا يعني أن تقسيم العراق هو تحصيل حاصل بس لو تسمح لي الزعامات الكردية الآن إحنا ما بنا شخصي مثل الجانب الكردي فأري أن أقول لك وجهات نظرهم آراءهم هم يعتبرون كركوك بمثابة القدس بمثابة القدس للمسلمين ويؤكدون على أن ثروات كركوك هي من حصتهم تاريخيا وجغرافيا فكيف يمكن في ظل هذه الأزمة أن تقنعونها أن هذه الثروات هي تابعة إلى كركوك ألا يعني ذلك تصعيدا أكثر واحتمال لنشوب حرب بين بغداد وأربيل يعني أولا الدعاوة التاريخية متعددة يعني مثل ما أحترم رأيي الأخوة الكرد في أنه كركوك كانت كردستانية ولكن أخالفهم بيئة بالمئة وأقول أن كركوك تاريخيا هي تركمانية لكن لماذا اختلفتم؟ وعدهم شواهد وإحنا عدنا شواهد هذه نقطة النقطة الثانية طرح موضوع قدسية كركوك بالنسبة للإخوة الكرد في اجتماع مع بريمر يذكرها بريمر في مذكراته ويقول الآن جاوبتهم قلت لهم إحنا بالشرق الأوسط عندنا قدس واحدة وحايرين بها ما مستعدين نسمع بقدس ثانية أيضا تسبب لنا مشاكل لعشرات السنين فقدسية المدينة ينبغي أن لا تربط بثروتها النفطية هذه الثروة النفطية هي ملك العراقيين والعراقيين الأقليم أيضا جزء من العراق وبالتالي مثل ما يتمتع اليوم كل أبناء المحافظة بالنفط المنتج من البصرة المفروض النفط المنتج في أي بقعة من العراق هو أيضا يصب في رفاهية البقية العراقيين التعامل مع كركوك كبقرة حلوب للإقليم ثم أبناء كركوك ما يشوفون منها إلا الدخان ما للآبار النفطية والغاز المصاحب أنا أعتقد هنانا الإشكالية أنا ما أقبل أن تكون الصفقات على حسابي اليوم يقول لك اليوم تعالوا لنفط كركوك وإدارة كركوك تكون مشتركة بين أربيل وبغداد زينيا بلعد أبناء كركوك وينهم يعني ما عدتهم حصة في هذا النفط ما عدتهم حصة في إدارة هذه الثروة حتى تجي بغداد وأربيل تتشارك في إدارة كركوك أنا ما أقبل هذا الشيء أنا عندي المفهوم في الشراكة هو أن يشترك التركومان والكورد والعرب والمسيحيين في إدارة هذه المحافظة العراقيون العراقيون الذين يمثلون بضبط أنا عندي هاي الشراكة ما عندي شراكة أخرى تعال فكك كركوك تصير نصها للإقليم طيب طيلة السنوات الماضية هذا الفهم ما وصل للزعامات الكردية التي هيمنت طيلة الفترة الماضية هيمنت بشكل كامل كانت اتفاقات لا سوش السياسيين العراقيين سوش البرلمانيين الذين لم يعملوا بشكل حقيقي وكانوا تابعين حقيقة للزعامات بعيدا عن قبة البرلمان ومنحتم القوة لتلك الزعام الكردية لا لا أولا في هذه الدورة البرلمانية الثالثة هذا الموضوع متأزم بسبب وجود عصابات داعش نعم ولكن الأمر منذ 2003 وبكتابة الدستور وضعت النصوص طيب تنازل بي المركز عن كثير من حقوقها لصالح الإقليم طيب ما اكتفى بذلك نعم راح بالتطبيق تنازل عن حقوق أخرى نعم وبالتالي اليوم العراق شاف والجماعة يتنازلون والعراقيين يخسرون طيب لو تسمح لي مادام نتحدث على نصوص دستورية أستاذ حمزة المادة 112 أولا من الدستور تنص على أن الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة هل تعتقد أن الخطوات الحكومية ستشمل كل الآبار النفطية حتى الواقعة ضمن حدود الأقليم يعني ما هي الأدوات من وجهة نظركم التي تستطيع من خلالها بغداد تحقيق هذه المادة الدستورية حقيقة هو فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي العراق هذا يجب أن يحدث بعد هذه الأحداث وإلا لا معنى لا استعادة كاركوك ولا معنى لأي شيء آخر أنه زعامة الإقليم الحالية التي تجاوزت ألف مرة على الدستور وعلى حقوق الشعب العراقي ليس فقط بالإقليم وإنما في كل مكان من العراق هذه يجب أن لا تبقى يجب أن تزال من الذي جعل هذه الزعامة ترغول اللي جعلها أنا أقول لك ما سمي بالتوافق أي والشراكة والذي يجب أن تجاوز على هذه المواد الدستورية اسمح لي بس نعم الزعماء السياسيين نعم اللي هم خلي نقول طارئين يعني ظهروا كم الفطر على أرض العراق هذا ما عنده أدوات لا عنده فكر ولا عنده ولا عنده جمهور ولا عنده ولا عنده ولا عنده أي شيء هذا على إيش يتكأ هذا يتكأ على الدجل ومن ومن أشكال الدجل هو ما سمي بالتوافق ومرة بالشراكة ومرة وكل مرة تعطى اسم جديد هذا الموهور أنا أعود على المادة الدستورية لو تسمح أعود على المادة الدستورية المادة الدستورية بإدارة النفط والغاز المنتجة المنتجة هذا اسم فاعل نعم فاعل حقيقة يأخذ زمانه ومكانه من زمان الفعل نعم نفسه زمان الفعل ماذا؟ وقد كتابت الدستور لذا مثلا أنا قبل شوية قلت خرمرة اللي هي بداخل الإقليم كذلك تقطق وكذلك طعوكي و شمشمال و خرمور الغازية هذه زائدا طبعا خرمرة زائدا أي حقل آخر حقول كاركوك كلها نعم الحقول اللي بصلاح الدين وشمال هذه كلها من نقول أنه المنتجة هذه كلها منتجة وكلها مكتشفة يعني في وقت كتابة الدستور هذه كلها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية دستوريا حسب هاي المادة اللي حضرتك قريتها أنا قصدي الأدوات التي بقى الأدوات بقى الأدوات باستطاعة الحكومة أن توظف أدوات أكثر من التي وظفتها حاليا طيب لاستعادة السيطرة والهيمنة على أقليم كردستان وممكن إعادة النظر بالعقود بحيث أنا أرزيسي لك على العقود هو أني راح أرجع لها بحيث أنه يصبح الأقليم كأي محافظة من محافظات العراق وهذا ما يحصل في العالم وهذا ما يحصل في العالم في بلدان فدرالية إضافة إلى ذلك الأقليم تعداد سكانه ما يتجاوزون أربع ملايين في حين عندك البصرة نفس العدد تقريبا الآن موجودين إنتاج البصرة عشرات المرات أكثر من إنتاج الإقليم اسمح لي بس نعم لكنه البصرة ما أجدتي وقالت أنا كذا وأنا ربكم الأعلى مثل ما يقول الأستاذ فخامة الرئيس برزاني لا وإنما وإنما هم مثلهم مثل أي باقي باقي المحافظات أما أما سؤالك الأدوات الأدوات أستاذ عاصم قبل الحديث أيضا عن المادة 111 من الدستور وليتأكد على أن إدارة وزارة النفط يعني ممكن أن تشمل كل آبار نفطية حتى الواقعة ضمن حدود الأقليم تطرق أستاذ حسن بشكل سريع هذه الملاحظة أريد أن نتحدث بها معكم أن وزارة النفط أهملت حقول كاركوك طيلة السنوات الماضية وتساءل عن السبب نعم حضرتك تعرف والجميع يعرف أنه كاركوك بعد عام 2003 نعم وضعها يعني كان قلق غير مستقر أطماع صراع ترقب وضع كاركوك من 2003 ولي حد الآن وهذه حقيقة يعني الوزارة النفط يعني كانت تعمل وفي خطط على تطوير الحقول النفطية في كاركوك كوزارة فنية لكن يعني تعقيدات الوضع السياسي والمادة 140 والدستور والاجتهادات في التفسير التفسيرات التي تصدر من هنا وهناك وكما ذكرت لوجود يعني كل هذه الأشياء عقد مسألة أنه تطوير الحقول النفطية المصافي وغير ذلك الوزارة شرعت يعني كما ذكر الساد حمزة أنه بالاتفاق مع الشركة عالمية معروفة على وضع الدراسة تقييم للحقول النفطية من أجل تأهيلها والوصول بالإنتاج الوطني من هذه الحقول إلى أكثر من مليون برميل أعلننا عن مصفى استثماري كبير يزيد طاقته عن 150 ألف برميل لكن الاستثمار دائما يحتاج والكل يعلم إلى بيئة واستقرار سياسي أمني حتى يستطيع استاذ حسن قالها بشكل صريح بل لمحة على أن حتى هذه العقود كانت نوعا ما خفية بها مجامل الأكراد أو شيء من القبيل لو تسمح لي بعد الفاصل أناقش مع حضرتك ما تطرق به استاذ حسن وأيضا عن تعاونكم مع تركيا هل ستتواصل تركيا وتتعاون مع وزارة النفط لإنجاح هذا المشروع أعزان المشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزان المشاهدين ونفط كاركوك وأزمة الأقليم قلتم في بيانكم العاجل أستاذ عاصم من وزارة النفط أن الوزير وزير النفط استقبل السفير التركي في بغداد وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات في مجال النفط والطاقة وموضوع الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان هل تجدون هناك جدية بالجانب التركي بالتعاون هل هناك إعادة نظر بالعقود مع الشركات العالمية التي كانت تصدر عن طريقها النفط في أقليم كردستان نعم عملية الصادرات هي بإشراف سومو ممثلة وزارة النفط والحكومة الاتحادية تشرف على عملية الصادرات عن طريق ميناء جيهان التركي أول من الموانئ الجنوبية وهي المسؤولة عن إبرام التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة بدون وسطاء ونعلش شهريا كم نصدر من الشمال وكم نصدر من الجنوب وما هي أسماء الشركات التي تعاقدنا معها وجنسيات هذه الشركات وكم تم بيع البرميل النفط العراقي بهذه الشفاقية أما ما يتم للأسف في الأقليم وصادراته عن طريق حقول كركوك أو عن طريق حقول الأقليم فإننا نجهل الأرقام هناك أرقام توقعات معينة أو كذا نجهل كم يصدر من الأقليم أين تذهب هذه الإرادات بينما الإرادات تكون واضحة للحكومة الاتحادية وتذهب إلى الخزين الاتحادية هكذا نعلم نحن كوزارة النفط كركوك للأسف كانت تمثل نار تحت الرماد الكل يخشى تحريك الرماد حتى لا تخرج النار وتثير الكثير من المشاكل الكل كان في وضع ترقب وما حصل الآن هو جزء من هذه الخشية التي كانت على السيوات الماضية إذن العقود مع شركات نفطية عبر الأقليم هي غير شرعية تماما؟ العقود التي أبرز الخلافات بين الحكومة الاتحادية والأقليم أنها أبرمت عقود مع شركات دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط هذه مخالفة صريحة للدستور لكل الثوابط الوطنية وغير ذلك يعني حتى الدستور إذا عضرتك تريد تقدم على شيء معين لازم تنسق مع الحكومة الاتحادية أو مع المركز أو غير ذلك هذا لم يحصل ثانياً هذه العقود لم تمثل الشفافية التي تطمح إلى الوزارة يعني لا بها تنافس مع شركات أخرى حتى تحقق عرض طبيعة هذه العقود هي عقود شراكة أي أنك تمنح جزء من النفط العراقي إلى الشركات العالمية ثم تأتي بعد كل ذلك وتطلب من أدي أن أدفع مستحقات هذه الشركات يعني هذا في شيء غير معقول يعني أنت رح توقعت مع هذه الشركات وأنت أنتجت وأنت صدرت وأنت وقعت في مشاكل مع هذه الشركات وتريد من أدي أن أدفع لك خلينا نستثمر الوقت أستاذ عاصم عفوا في مجال التعاون التركي وكيف وجدتم جدية يعني تعاون تركيا هل ستتواصل وهل سيتم حل مشاكل بشأن التصدير نعم أنا حضرت للقاء أكد السيد السفير التركي على لسان الحكومة التركية نعم أنها سوف تتعامل مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حصرا وتضع كل إمكانياته يعني للعراق ولوزارة النفط وسوف تتعاون معه ليس فقط على مستوى الصادرات النفطية عن طريق ميناء جهان التركي وإنما على صعيد أن الشركات التركية وعودتها للاستثمار والعمل في العراق وأيضا عودت شركة تركية التي كانت تستثمر في حق المنصورية الغازي في محافظة ديالة نعم وأيضا أكدت دعمها لمساعي وزارة النفط والحكومة الاتحادية هذا كانت رسالة واضحة من الحكومة التركية لكن البعض يشير أن ملامح هذا التعاون لم تكن واضحة وهناك من يتخوف من غياب جدية تركيا ويمكن أن تستثمر هذا الخلاف لأجل مصالحها لا هي من مصرحة تركيا أن تتعامل مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط يعني نجد أنه دول الجوار دول العالم هل تستعاون في قضية جهان جهان والقضايا وأنه الوزارة تأمل يعني أنه بعد زيارة المسؤولين على مستوى الرفيع يعني احنا وجهنا دعوة إلى وزير الطاقة التركي لزيارة العراق أعتقد أجل الزيارة لا لزيارة رئيس الوزراء التركي تأجلت للعراق لكن أعتقد أنه رح تبرز ملامح اتفاقات جديدة وتتطور في هذه العلاقات طيب شكرا أستاذ عاصم أستاذ حسن الآن أنتم كنواب تمثلون كاركوك هل توحدتم على مقترحات لحل الأزمة هل تتم استشارتكم فيما يتعلق بالقضايا النفطية من قبل بغداد ما هي ضمانات حصة المحافظة من البترو دولار هذا الاتفاق هل تمطيلة الفترة الماضية أم لا أولا خلي لن أكون واقعي ما لا يقل عن عشر نواب داعش نائب من مجموعة 13 نائب هم اتفقين على أن إدارة الثروة النفطية بعد حزيران 2014 كان بيها لبس وغموظ وما كان بيها شفافية إطلاقا أولا الحكومة المحلية الجانب التنفيذي لم تحرك ساكنا لمنع تصدير النفط من حقول آفانا وباي حسن وثانيا رضيت بأن تستلم عشر مليون دولار مبلغ مقطوع كفترو دولار لا من بغداد حسب ما نص قانون الموازنة وإنما من حكومة الإقليم بعدين هذا الحساب اليوم ما يرصد في الحساب الرسمي للحكومة المحلية وإنما يرصد في بنك كردستان في أربيل بعدين هناك حتى يكون مؤشرات من ديوان الرقابة المالية في أنهو غياب الشفافية في إدارة هذه الأموال أيضا حتى تدفع مستحقات المقاولين بالدولار الموسع الرسمي 1180 وإنما 1350 وهذا الفرق بالورق الواحدة وين يروح أيضا هو مورد شك نوبات التتشور يتم تأخير دفع المستحقات حتى هذه الأموال تحقق فائدة هي شهريا عشر مليون دولار فتتصور أن تكمل هال في وجود عدم شفافية في إدارة هذا الملف نحن كنواب كاركوك طلبنا الآتي من الحكومة الاتحادية وتحديدا من وزارة النفط أنه نحن نفطنا الذي يقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة كاركوك يجب أن يرجع إلى سيطرة الحكومة ثانيا يصدر عن طريق شركة سومو بعدين لم يكن مبلغ مقطوع للبترو دولار بالقانون البترو دولار بالأساس هو خمسة دولار لكل برميل ولكن الكل يعلم الظرف الاقتصادي وانخفاض سعر البرميل كان هناك شبه اتفاق بين المحافظات المنتجة والحكومة بالمركز يجب أن يكون دولار واحد لكل برميل لحينما نتخطى هذه الأزمة وتبقى باقي الدولارات على حساب هذه المحافظات تدفع لها بالمستقبل عند تحسن الوضع الاقتصادي هذا الآن ما أعتقد نائب من نواب كاركوك أو على الغالبية القصوى إلا مع هذا الرأي هذه عدم الشفافية كان هو أحد أسباب الخلافات التي حدثت في محافظة كاركوك أن يعتبر اليوم جزء من المشكل السياسي الموجود في المحافظة هو تخطية على ملفات الفساد وخاصة النفطية أنت تتصور يعني مثلا طرف يستحوذ على 325 ألف برميل يوميا وتريده يتنازل بهذه السهولة طبعا يربطها بقدس يربطها بمشروع دولة يربطها باستفتاء فبالتالي أنت حتى تقف أمام هذه الملفات جميعا أخضع هذه الثروة النفطية إلى حكومة الاتحادية هل ثروة كاركوك ممكن أن تدول هل تجدون أن تدخل تركيا سيكون حافزا للتغيير أو يمكن أن يكون حل هذه الأزمة إذا تعاونت تركيا بشكل جاد هذا جزء مننا يعتمد على تركيا جزء مننا يعتمد على العراق رأيتكم أنتم رأيتكم تتعاونون أنا أقول بعد خطوة الاستفتاء تركيا جادة في تصريح لرئيس الوزراء أنها لن تتعامل إلا مع بغداد وعلى بغداد أن تستوعب الموقف التركي الجديد وتبرم الاتفاقيات وتفعل الاتفاقيات وهل تعملون على ذلك أنتم كنواب تمثلون كاركوك نعم نعم نحن نقول أنه البغداد هي جهة التي يجب أن تخاطب ولكن مع ضمان حقوق أبناء كاركوك أنا أتمنى وعندنا عدنا مخاطبات رسمية أن حكومة الاتحادية وزارة النفط خلي تشركنها بأي مفاوضات لنواب كاركوك نحن ندعم موقفها نعم نحن جزء مساند للجهد الحكومي ولرئاسة الوزراء والنفط الاتحادية في استحصال حقوقها وحقوقها شكرا أستاذ حسن أستاذ حمزة هناك من يتحدث عن ارتفاع أسعار النفط العالمية كيف ترى تأثير التوترات الحالية على وضع سوق النفط العالمي هل يتأثر بالأزمة الآن أزمة كاركوك وأزمة الاستفتاء وكيف تنظرون إلى العقود مع الشركات العالمية هل يمكن إعادة النظر بها من قبل حكومة المركز في ظل هذه التوترات أبدأ من العقود حقيقة العقود لا يمكن إعادة النظر بها لسبب بسيط جدا هي عقود مشاركة بالإنتاج عقود مشاركة بالإنتاج تعني أنه مشاركة للعراقي بنفطه وهذا ما يتعارض مع المادة 111 من الدستور أما بالنسبة للنقطة الثانية طبعا هذه معناتها أنه لا يمكن إعادة النظر بها وإلغاءها وإذا كان هناك ضرورة إبرام عقود جديدة على نفس الصيغة العراقية للعقود المعيارية بالنسبة إلى أسعار النفط حقيقة تركيا الآن لم تغلق الأنبوب وليس من مصلحة تغلق الأنبوب لأنها ستخسر الأجور التي تأخذها على مرور النفط هاي وحدة الثانية هو أنه إذا غلقتها رح ترتفع أسعار النفط وبالتالي هاي خسارة ثانية إلى تركيا هو يعني ليس فقط خسرانها للعائدات الأنبوب وإنما راح تضيفت أربع خمس دولارات على كل برمية تشتري تركيا فتركيا لا تغلق الأنبوب ما لم تسيطر الحكومة العراقية عليه من ناحية كردستان حتى يستمر الإنتاج ويستمر التصدير من خلال الأنبوب وهذا رأيي المتواضح شكرا جزيلا أستاذ حمزة نأمل أن تكون الأيام القادمة كفيلة بحل أزمة كاركوك وبالتالي يعني الوصول إلى مشتركات وطنية في ختام حلقة اليوم أتقدم بالشكر الجزيل لضيوف الكرام النائب حسن توران وهو نائب عن الجبهة التركمانية والأستاذ عاصم جهاد المتحدث في مزارة النفط والخبير النفطي الأستاذ حمزة جواهري للمزيد من المعلومات راسدونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة تحييلكم مشاهدين وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر